تاريخ الحيال لم تكن الحيال منتشرة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة الكرام ولا زمن الكبار التابعين وإنما ظهر ذلك فيما بعد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أما الإفتاء بها وتعليمها للناس وإنفاذها في الحكم واعتقاد جوازها فأول ما حدث في الإسلام في أواخر عصر صغار التابعين بعد المئة الأولى بسنين كثيرة وليس فيها ولله الحمد حيلة واحدة تؤثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل المستفيد عن الصحابة أنهم كانوا إذا سئلوا عن فعل شيء من ذلك أعظموه وزجروا عنه يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله إن أعيان المفتين من الصحابة الذين كانت تضبط أقوالهم وتنتهي إلى الناس فتاويهم والناس عنق واحد إليهم متلقون لفتاويهم ومع هذا فلم يحفظ عن واحد منهم إلا الإنكار يعني للحيل ولا إباحة الحيل مع تباعد الأوقات وزوار أسباب السقود فقد صانهم الله تعالى أن يرى في وقتهم من يفعل ذلك أو يفتي ما هي أسباب الوقوع في الحيل؟ الحياة بطبيعتها مليئة بالتعقيدات والتقلبات والمفاجآت فهي لا تسير على نمط واحد تتداخل فيها أمزجة الناس وأهواؤهم وتتقاطع مع أفكارهم ومبادئهم المختلفة والمتناثرة لذلك قد نجد من يحتج بصعوبة تطبيق الشريعة في حياة طبيعتها التعقيد والاختلاف والتغير وأنه لا بد من تحوير الشريعة وتطويعها وتليينها تتوافق مع الواقع المعاش وأفضل طريق لهذا هو الحيل لقد تفشت الحيل في حياتنا العامة العلمية والعملية والسياسية وفي الفتاوى المعاصرة خاصة المالية منها وكما تكون الحيل في الأديان والشرائع فإنها تكون في القوانين واللوائح وفي العهود والمواثيق والوعود سواء كانت بين الدول أم كانت بين الأفراد وذلك للالتفاف على الممنوعات وللتملص من الواجبات هناك أسباب كثيرة دفعت الكثيرين للجوء إلى الحيل في القديم والحديث نذكر منها ما يري الرغبة في تحليل الحرام أو تحريم الحلال والدافع إلى ذلك إما عدم الإيمان بالله واليوم الآخر ممن يدعيه ويتظاهر به أمام المؤمنين أو اتباع الهوى والبحث عن المصلحة أو التلاعب بأحكام الشريعة أو التسلط على حقوق الآخرين من الأسباب الرغبة في مخالفة القانون والتشريعات من أصحاب الأهواء إذ الهدف من القوانين والتشريعات مهما كان من شؤها استتباب الأمن وحفظ نظام الجماعة وكيانها وضبط علاقاتها الداخلية والخارجية وهذا يقتضي تقييد حريات الأفراد ضمن ما يحقق مصلحة الجماعة إلا أن بعض الناس أعملوا أخيرتهم وأفرغوا نواياهم الشريرة في شكل عقود صحيحة في شكلها القانوني وصاغوا نواياهم بصيغ قانونية وبيتوا النية على مخالفة القانون أمن الأسباب الجهل بمقاصد الشريعة وفي ذلك يقول ابن عاشور رحمه الله كان إهمال المقاصد سببا في جبود كبير الفقهاء ومعولا لنقض أحكام نافعة وأشأ ما نشأ عنه مسألة الحيال التي ولعبها الفقهاء بين مكثر ومقل ظهور الحيال بين بعض الفقهاء السبب في ذلك عدم التفاتهم إلى مقاصد الشارع وعدم عنايتهم بها الأكثر من الأسباب الأكثر من المسائل والتفنن في وضعها وشعور الافتراضات الفقهية التي أدت بدورها إلى ظهور الحيال السخيفة تحول الفقه نتيجة ضعف النزعة المقاصدية إلى فقه شكلي لا يختلف كثيرا عن القانون الوضعي التحلل أو التخفف من التكاريف هذه كلها أسباب الجري وراء الأفكار السائدة ومسايرة ركب التطور وعدم القدرة على الابتكار ومن ذلك إرضاء السلاطين السلاطين السياسة والحكم والمال إرضاء العوام والأتباع والاستكثار منهم والتحبب إليهم التعصب المذهبي الخلط بين الحيال المباحة والحيال المحرمة التخلص من مأزق وقع فيه الإنسان بطريقة شرعية وهذا ما نسميه بالمخرج الشرعي أو الحيلة الشرعية وهو أقل من القليل ذا هذه أهم الأسباب إخوان كرام التي تدفع البعض إلى التحيل ما هي مذاهب العلماء في قضية الحيال؟ من الألفقهاء من أيد الحيال ومنهم من منعها وهناك من ذهب إلى التفصيل من أوائل من تحدث عن الحيال الإمام البخاري في صحيحه حيث أفرد كتابا كاملا باسم الحيال ساق فيه الكثير من الأحاديث المحذرة من الحيال والمحرمة والمطلة لها واعتنى بالبخاري كثير من شرعه منهم ابن حجر إمام المؤمنين في الحديث في كتابه فتح الباري والعلماء على مختلف مذاهبهم حاربوا الحيال المحرمة التي يستحل بها الحرام وتخالف مقاصد الإسلام وهذه الحيال المحرمة عند جميع أئمة الإسلام لا يقول بها أحد لهدمها لمقاصد الشريعة في ذلك يقول ابن القيم هذه الحيال لا يجوز أن تنسب إلى إمام فإن ذلك قدح في إمامته وذلك يتضمن القدح في الأمة حيث اتمنت بمن لا يصلح للإمامة هؤلاء المحتالون الذين يفتون بالحيال التي هي كفرا أو حرام ليسوا بمقتدين بمذهب أحد من الأئمة وأن الأئمة أعلم بالله ورسولي ودينه وأتقى له من أن يفتوا بهذه الحيال ومن العلماء الذين هاجموا الحيال المحرمة علماء المالكية والحنابلة وهم أبعد الناس عن الحيال بحكم اعتبارهم المقاصد في الأقوال والأفعال وقولهم بسد الذرائع حتى حمل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله لواء التشنيع على القائلين بالحيال وذلك في كتبهم المختلفة كبيان الدليل على إبطال التحليل وإعلام الموقعين وساقى ابن القيم أدلة كثيرة جدا على إبطال الحيال وكتاب مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان غير أن ابن القيم يولد الكثير من الحيال المباحة في كتابيه إعلام الموقعين وإغاثة اللهفان حيث ذكر في الإعلام 44 مثال للحيال المحرمة و116 مثال للحيال الجائزة التي نسميها بالمخارج الشرعية وممن سار على هذا المنوال الإمام المالكي الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات فذكر ألوان من الحيال الجائزة وغير الجائزة وقد وضع ابن القيم والشاطبي رحمهم الله مقياسا وضوابط علمية دقيقة للحيال الجائزة وغير الجائزة وهذا يدل على أن المالكية لا يقولون ببطلاني والحنابلة معهم لا يقولون ببطلاني كل الحيال بل يبطلون ما خالف مقاصد الشريعة من الحيال يقول الشاطبي لا يمكن إقامة الدليل في الشريع على إبطال كل حيلة كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة فإنما يبطل منها مكان مضادا لقصد الشارع إذا جئنا لمذهب الحنفية وجدناه أكثر المذهب الفقهية اهتماما بموضوع الحيال وقد اشتهر عن الإمام أبي حنيف القول بها حتى نصب إليه كتاب في الحيال إلا أننا نجد بوضوء أن ما ورد من حيال عن أبي حنيف وغيره من أئمة المذهب الحنفي تفيد بأن الحيال في المذهب الحنفي لا يقصد بها هدم مقاصد الشريعة وتفويت أحكام الشريعة وإنما هي وسيلة لتيسير الحياة العملية والتوفيق بين مقتضياتها يقول الحموي مذهب علمائنا أي الحنفية أن كل حيلة يحتال بها الرجل لإبطال حق الغير أو لإدخال شبهة فيه أو لتمويه باطل فهي مكروهة تحريما ومكروهة تحريمي عند الحنفية هو قسيم الحرام يعني حرام وكل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلص بها عن حرام أو ليتوصل بها إلى حلال فهي حسنة يعني قسم الحيال إلى حيال محرمة وحيال حسنة وقد ساق الحنفية في معظم كتبهم الفقهية كتابا أطلقوا عليه اسم كتاب الحيال وهو ما نجده على سبيل المثال في الفتاوى الهندية والمبسوط للسرخص وغيرها من كتب المذهب كما أن هناك كتاب منسوب إلى محمد بن الحسن الشيباني في الحيال وهو مختلف في نسبته إليه وهو كتاب المخارج من الحيال جاء في المبسوط للسرخص رحمه الله اختلف الناس في كتاب الحيال أنه من تصنيف محمد رحمه الله أم لا كان أبو سليمان جوز جاني ينكر ذلك ويقول من قال أن محمد رحمه الله صنف كتابا سماه الحيال فلا تصدقه وما في أيدي الناس فإنما جمعه والراقوب وقال إن جهال ينسبون علماءنا رحمه الله إلى ذلك على سبيل التعيير فكيف يظن بمحمد بن الحسن الشيباني أنه سمى شيئا من تصانيفه بهذا الاسم ليكون ذلك عنواء عونا للجهال على ما يتقولون وأما أبو حفص كان يقول هو من تصنيف محمد بن الحسن رحمه الله وكان يروي عنه ذلك وهو الأصح فإن الحيل في الأحكام المخرجة عن الإمام جائزة عند جمهور العلماء وإنما كره ذلك بعض المتعسفين لجهلهم وقلة تأمرهم في الكتاب والسنة ومن كتب الحيل المشهورة عند الحنفية كتاب الحيل للخصص أما الشافعية فيأتون في المرتبة الثانية بعد الحنفية في موضوع الحيل فالشافعي مثلا يقول بجواز بيع العينة الذي هو من الحيل الذي يتخلص منها في الربا يقول النووي رحمه الله العينة ليست بحرام وهي الحيلة التي يعمل بعض الناس بها توصل إلى مقصود الربا بأن يعطيه مئة درهم بمئتين فبيعه ثوبا بمئتين ثم يشتريه منه بمئة وموضع الدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره فدل على أنه لا فرق وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وآخرين ولا بد من التنبيه هنا أن الشافعي رحمه الله صحح العقد باعتبار الظاهر أي يصح هذا العقد القاضي أنه مأمور بأخذ الظاهر وحرصا على استقرار العقود أما من حيث الباطن والديانة فهو لا يصحح ذلك ومن الشافعية الذين ألفوا في الحيال أبو حادم محمود بن الحسن القزويني الذي وضع كتاب الحيال في الفقه